اهلا بحضراتكم وخلونا وإحنا بنتكلم عن الإثار والمجتمع الإنسان دايما الإسلام وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خطابه خطاب عالمي نعم يا أيها الناس دايما فكرة أن المجتمع مجتمع متماسك بكل عناصره بكل فئاته بكل أنماطه كل مجتمع خير يعني الإثار دا يعني هو العنوان المهم أو أحد أهم تجلياته التكافل بيؤدي في النهاية من خلال أنا بحبك فعايز أخليك أقدم لك الخير وبحبك أعايز مصلحتك دا تكافل طيب أو يحقق معنى التكافل دا صحيح أولا الإثار عشان يكون أدخل في دائرة أو في معاني الإثار لازم يكون له مردود على أرض الواقع إزاي إزاي لو أنا أروحت للسيرة النبوية كده وبصيت في حياة صحابة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ولقي الصحابة أو فئة من صحابة سيدنا النبي وهم الذين أنزل الله فيهم ويؤثرون على أنفسهم طبعا طبعا وكانوا حديث عهد بالإسلام وأنا عايز أركز على الجزئية دي بشكل كبير جدا ليه حديث عهد بالإسلام لأن علاقتهم بالإسلام ما كانتش مثلا عشر أو خمسساشر سنة أبدا لا ما فيش الكلام ده خالص لنسه دخلين في الإسلام ويا دوبا يعرفوا الأصول البسيطة جدا عن الإسلام الصلاة والزكاة والبعض الفرائض ولكن عرفوا عن الإسلام الشيء الأكبر القيمة الأعلى الأخلاق اللي هي ثمرت كل عبادة الأخلاق ثمرت كل عبادة هي ثمر المرجوة بكل عبادة بالزبط ولذلك الأنصار هم منه الأنصار هم الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآوه وعزروه عليه الصلاة والسلام هم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلكم يحبون من هاجر إليهم وده من الأخلاق من أخلاق الأنصار ناخد إحنا بقى هذا النمط في إغاثة الملهوف نعم في إعانة المحتاج نعم ويمكن شوف الصور قدامنا دلوقتي أو المشاهد أو اللي قدامنا مشاهد حلوة مشاهد بتدل أننا يعني كل واحد بيمدي إيده بالخير بيلاقي الخير بتاعه بقى منجز على الأرض منجز حقيقي أو بينعكس في هذه الصور في هذه البيوت في هذه الأعمال ده أكيد بسعادة وبيعرف يعني إيه إثار شوف حضرتك بتقول إيه إن هو ده ده كان عمل مش هقول شبيه ولكن اقتداء بعمل الأنصار رضي الله عنه الله إن الأنصار لما الصحابة لما المهاجرين هاجروا من مكة للمدينة والمهاجرين لما هاجروا من مكة للمدينة تركوا كل شيء تركوا أموالهم وديارهم و تجاراتهم و تجاراتهم و كل شيء لله عز وجل و للرسل فلما ذهبوا إلى المدينة و وصلوا للمدينة وجدوا من أحبهم أكثر من أنفسهم لذلك أنا الإنسان بيعجب من أنه يبقى فيه تنازل بهذه السهولة عن هذا العرض الزائل لأنهما فهموا أنه ده عرض زائل يتنازل بسهولة جدا عنده بيت والتنازل بالمعنى الكويس بالمعنى الجميل بمعنى إيه لا تلزمني شيء لا يلزمني وربما ومش حريص عليه ده المعنى المهم هو ممكن يلزمه ولكن حبه لأخيه جعله يقدمه على نفسه لذلك في أحد الصلوات لسيد إبراهيم الدسوقي وأذهب خوفي وحرصي وأذهب خوفي وحرصي ما هو الحرص ده مشكلة المشاكل وخاصة إذا كان على الدنيا لأن حتى وإحنا بنتكلم على الإثار فيه إثار في الدنيا وفيه إثار في الآخرة عشان برضو الناس لأن أحيانا برضو مسألة ويمكن بتعرض لنا ممكن مثلا واحد داخل يصلي في المسجد فيشوف رجل شيخ رجل عالم رجل كذا فعايز يجيبه ويخليه يقف يصلي مكانه في الصف الأول الله ده إحساس وشعور جميل جدا ولكن نلفت انتباه إخواتنا والسادة المشاهدين إلى أنه لا إثارة في الفضائل أنت أؤثر غيرك على نفسك في الشيء في الدنيا في الخير في أن أنت تعطيه في أن أنت تعطيه شيئا من أمور الدنيا لكن الأخرة وفي ذلك فليتنفس المتنفسهم أنت بتحنم نفسك الأجر ليه لا إثارة في القربات لا بالضبط لا إثارة في الفضائل أو في القربات بالضبط يعني سارع في الخير يعني متقولش لا أنا مش أتصدق وخسيف فلان يتصدق لا أبش هي دي المعنى بقى ده المعنى أني لا أتصدق عشان يعني الفلوس اللي غالية علي دي دي فلوس غالية علي أو الحاجة اللي غالية علي وأسيبها كده حبا وكرامة للآخرين حاجات في الدنيا آه ده ده هو ده الإثار مش كده ولا لا ده صحيح زي ما بنشوف بالضبط اللي احنا بنشوفه ده هو أنا بشوف أن دي الترجمة فعلية ده بناء منزل بناء منزل ده منزل بمقاومات البيئة بتاعته الحلوة دي نعم حضرتك يعني الصورة دي أو المنزل ده احنا ممكن ما نشوفوش مثلا عندنا هنا ولكن هو هناك ده الشيء المتعرف عليه ده أنا بقولك شيء جميل بمقاومات البيئة طبعا والأجمل بقى أن احنا نشوف المنزل واللي نفسنا فيه إن شاء الله فقرب وقت إن احنا ننقل الصورة دي بس مش بالشكل ده ننقله بعد ما خلص بعد ما الشطب بعد ما حطينا فيه السكن الأدوات الشيء اللي الناس يعني يحقق لهم ده إنت ده كنت بيدك بقى بنسميه بقى بأدوات البناء بالمسطرين وإحنا بتشتغل مع الناس بمعنى أن انت تشارك الناس إحساس ولذة بجد لها مزاق تاني خالص إن انت تبقى موجود مع الناس يعني إحنا لما روحنا وشوفنا الناس بتشتغل طبعا إيه المنع إن احنا نشارك الناس في العمل ده الله وكان معنا السادة الأفاضل وأن يتم العمل بهذا الشكل يعني بيفكرني لما حسن فتحي يعني رائد العمارة برضو الأساس الأفاضل في ضبط ويقول لك شوف العمارة بنت البيئة يعني لما تكون العمارة جاية بيواخد شكل القباب الحلوة دي يعني حاجة جميلة يعني في الآخر يعني هي سكن وجمال والله وخير ده صحيح يعني إحنا إنت زي ما بتقوله الحضراتك بتقوله هو سكن وجمال هي ثقافة إحنا مفتقدينها عندنا هنا زي ما بقوله في الحضر أو في القائمة الكبرى أو في الكلام ده ولكن إحنا كنا بنستمتع بيها لما بنروح في أسوان أيوة وللأسف السيل والعاصفة والمشكلة اللي حلت بإخواننا و أهلنا في أسوان حرمتنا إحنا كمان من إن إحنا نشوف الجمال ده فإحنا زي ما بنقول إن إحنا بنجتهد إن إحنا يعني حتى نرجع شيء من الرونق الجميل والثقافة الجميلة والعادات والتقاليد الرائعة لإخواننا و أهلنا هناك لأنه هم أهلنا وهو ده الإيثار إن أنا أوثر يعني شيء من أوثر على نفسي الناس دي بإن أنا حتى يكون ليا قربان لله سبحانه وتعالى إن أنا يبقى ليا منفسة في عمل الخير إن أنا يبقى ليا رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى يسمح لي في إن ربنا يغفر لي زلات وسيئات ما كلنا أصحاب زنوب ما كلنا عندنا سيئات كلنا نفسنا في مغفرة و في رحمة طيب خليني وإحنا بنقول يا رب اغفر لنا و يا رب يعني وفقنا إلى العمل أو إلى فضيلة من الفضائل يعني نتقرب بها إليك وإحنا نتكلم عن الإيثار خلونا نعرف